أهلا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من مؤشر النيل نستعرض فيها بالأرقام والتحليل مؤشرات البرصة المصرية التي صاعدت بشكل جماعي في ختام تعاملات الأحد وأنهى مؤشر البرصة الرئيسي اي جي اكس 30 التعاملات على ارتفاع نسبته 2.3% ليسجل 7116.81% وزاد مؤشر الاسم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنسبة 1.29% مسجلا 564.76% وانتدت الارتفاعات الى مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا ليصعد بنسبة 1.24% مسجلا 959.9% كما ارتفع مؤشر اي جي اكس 20 محدد الاوزان النسبية بنسبة 2.4% مسجلا 8361.89% نتحول الى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم حيث تصدر قطاع القدمات المالية باستثناء البنوط قطاعات السوق بنسبة 2.38% تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.28% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 13.60% ثم قطاع منتجات منزلية وشخصية بنسبة 6.45% أما بالنسبة لفئات المتعملين داخل السوق فقد اتجه المستثمرون المصريون اليوم نحو البيع واستحوذوا على نسبة بلغت 87.35% كما اتجه المستثمرون العرب نحو البيع وحصلوا على 28.27% من التعاملات بينما اتجه المستثمرون الاجانب نحو الشراء وحصلوا على 34.38% ياتي هذا فيما اتجه الافراد نحو البيع واستحوذوا على 72.80% من التعاملات بينما اتجهت المؤسسات نحو الشراء واستحوذت على 27.19% وبخصوص الاسهم الاكثر ارتفاعا تصدرها سهم الاهل للتنمية والاستثمار بنسبة 79.100% ثم سهم المجموعة المالية هيرمس القاضبة بنسبة 79.100% يليه سهم العربية المتحدة للشحن والتفريغ بنسبة 39.35% ثم سهم عبر المحيطات للسياحة بنسبة 38.33% وبالنسبة للاسهم الاكثر انتفاضا تصدرها سهم العالمية للإستثمار والتنمية بنسبة 93.100% ثم سهم العربية للأدوية والصناعات الكيموية بنسبة 92.98% تلاه سهم رواد السياحة بنسبة 82.87% ثم سهم جولدن تاكس للأسواف بنسبة 2.85% هذا وقد حقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق ما كسب قدرها خمسة مليارات ومئة مليون جنيها يصل الى 440 مليارا وستمائة مليون جنيها بعد تدولات قياسية تجاوزت المليار جنيها اللون الاخضر كان السمة الرئيسية التي جمعت مؤشرات البرصة المصرية لدى اغلاق تعاملات الاحد مستهل تعاملات الاسبوع وسادت السوق حالة من التفاؤل بعد تردد انباء عن احتمالات ترشح الفريق اول عبدالفتاح السيسي لرئاسة فضلا عن اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور والتوقعات بتمريره باغلبية كبيرة من عكس ايجابيا على الحالة المعنوية للمستثمرين خاصة المؤسسات رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق رابح اكثر من كمسة مليارات جنيه ليصل الى نحو 44 مليارا ونصف المليار جنيه وسجلت السوق تدولات قياسية تجاوزت المليار جنيه مؤشر السوق الرئيسي ايجيكس 30 ارتفع باكثر من 2% مسجلا اعلى مستوياته منذ السادس عشر من يناير 2011 وصعد مؤشر الاسم الصغيرة والمتوسط ايجيكس 70 بنسبة 1.29% وامتدت الارتفاعات الى مؤشر ايجيكس 100 الاوسع نطاقا ليزيد بنسبة 1.24% وسطاء بالسوق اكدوا ان التفاؤل عمى اوساط المتعاملين بالبرسة مع كثرة الانباء الايجابية المحفزة ابرزها قرب الاستفتاء على الدستور يومي الثلاثة والاربعاء المقبلين واستتوقعات بتمريد الدستور باغلبية كاسحة ما اعطى ثقة كبيرة للمستثمرين في قدرة الدولة على استكمال خارطة المستقبل صاحب ذلك العديد من الاخبار الايجابية على الشركات الكبرى والقيادية بالسوق ابرزها هيرمس القابضة التي اعلنت عن برنامج لشراء اسهم خزينة بقيمة مليار جونيه واكد محللون ماليون ان كلمة الفريق السيسي التي المح فيها الى احتمالات ترشحه للرئاسة حال حصوله على تفويد من الشعب والجيش عززت من شهية المستثمرين الشرائية على الاسهم فضلا عن التطمينات القوية التي اعلنها حول تأمين اجراء الاستفتاء على الدستور عززت ايضا من ثقة المستثمرين بالسوق مما ادى الى خلق عمليات شراء مكثفة لتتجاوز احجام التداول حاجز المليار جونيه لاول مرة منذ فترة طويلة سامح الجويلي اميل ولمزيد من المتابعة والتحليل والتوضوح لاداء البرصة المصرية انضموا الينا في استوديو نيل الاستاذ عيسى فتحي خبير اسواق المال الاستاذ عيسى اهلا بك ضيفا كريما في استوديو نيل اهلا بك وكل سنة طيبين وبنسبة المأولد النبوش كل سنة وحضرتك طيب وكل سنة مشاهدين مكاسب قياسية للبرصة المصرية لدى اغلاق تعاملات اليوم ربما هي الاكبر منذ فترة طويلة تقييم حضرتك لهذا الاداء في تعاملات اليوم طبعا لو رجعنا للاسبوع الماضي نجد انه كان بدأ بافتتاح بصعود متوسط حوالي ستة من عشرة في المية وفي اليوم التالي كان حصل في جنيه ارباح ودى كان على اثر تقرير فتش مؤسسة فتش في تحويل مصر من نظرتها المستقبلية فيها من سلبية الى مستقر ده كان لون اكاسه حتى على تعاملات الاجانب يعني نجد ان الاجانب في اليوم الاثنين الماضي كان عندهم صافي بيع افتكر كان اربعين مليون جنيه لكن بعد سبع يناير وبدأ من يوم الاربع مع بدء التصويت على الدستور في الخارج بدأت البرسة تاخد مصار مختلف تماما عن اليومين السابقين شفنا يوم الاربع صعود كان بواحد واثنين من عشرة في المية يوم الخميس كان واحد وثلاثة من عشرة في المية النهاره بنتكلم في اثنين في المية في المؤشر الرئيسي الى جانب صعود طبعا المؤشر السابعين خلال هذه الفترة مع زيادة وطيرة السيولة اللي بتتدفق للسوق يعني النسخة حجم التداول في بداية الاسبوع الماضي كان 575 مليون جنيه في المتواصل بدأنا في يوم الاربع سبعمائة وثلاثة عشر مليون تعلتنا بدنسخروش عشان كان اجازة عياد البلاد ويوم الخميس كان تقريبا سبعمائة مليون جنيه اذا منسوب السيولة بدأ يتزايد بما يعني كل ما بنقترب من موعد الاستفتاء على الدستور كل ما الحذر الذي كان مسيطرا على تعاملات المستثمرين في الأيام السابقة بدأ يفك أو يخف شوية ولكن حجم المكاسب حوالي 5 مليارات و 200 مليون جنيه في جلسة تعاملات اليوم يعني دلالة هذا الرقم احنا حققنا بكده في جلسات بعد 30 بعد 3 صباح حققنا أرقام أكبر من كده في جلسة واحدة لكن هي أهم حاجة هنا النهاردة رقم التداول نفسه لتقريبا في عدود ما أسكر مليار و 80 مليون أكبر رقم تداول حصل في البرسة هذا العام طب لماذا أيضا تفسير حضرتك لهذا الرقم وارتفاعه بهذا الشعب حديث الفريق السيسي مبارح في الدورة التثقفية ومخاطبة للشعب بضرورة النزول إلى التصويت على الدستور وتلتأكيد على أنه لم يتأخر عن أي طلب للشعب أعطى للناس وللمستثمرين ثقة في أنه أن الرجل من الممكن أن يكون قابلا للترشح لرئاسة الجمهورية كل ده النهاردة جهة زود من تفائل المستثمرين وغياب الحضر اللي كان موجود قبل ذلك وده بيؤكد مسألة مهمة جدا يعني أنه الاستقرار السياسي بيأتي أساسا مع قوة الدولة فكل ما زادت قوة الدولة كل ده ما كان فيه تأمين أكبر للمستثمرين نوقع الدولة معناها إيه؟ معناها زيادة الهيبة معناها زيادة السيطرة على الخارجين على القانون وده بيبقى شيء مهم جدا لأي مستثمر لا يلمك المستثمر بيفرش معايها الدولة استبدادية ولا لا المهمها الدولة قادرة على بسطة هيمانيت ولا لا ما الصين دولة استبدادية لكن فيها أكبر قادرة من الاستثمار في العالم بيتام لأنه هناك فيه ربحية وفيه أمان لهذا الاستثمار قصة الديمقراطية قصة إذا جاءت ببدون فوضى خير وبركة أما إذا جاءت ومعها فوضى هتبقى زي الصمار ولكن الصمار فيها فوضى يعني لكن إيه؟ وكلها الدامر اللي هو عايز يعني فإذا النهاردة الانضباط مهم جدا وأعتقد أنه مثلا لما الفريق السنسنبارة هيقول لك احنا بنصحى من الخمسة الصباح لو عايزيني بقى تحبوا تصحى من الخمسة الصباح وتشتغلوا معا ولا لا